الحاجة التانية زي ما احنا باركنا لفريق الطايرة باركنا لفريق السلة برضو بنبارك لفريق اليد اللي اخد السمر الافريق وهيلعب كاس العالم الاندية والنهاردة كمان وصل للمباراة النهائية في كاس الكوس الافريقية كل التوفيق لي ان شاء الله برضو بنبارك لفريق كرة القدم اللي وصل للمباراة النهائية يعني دي كلها انجازات داخل نادل الاندية كل ده يعني تتويج لعبين وجهزة فنية ومجلس ادارة وجماهير دايما مساندة ودعمة للنادي الاهلي ودايما النادي الاهلي يكون فيه تتويج وفيه بطولات وزي ما احنا شافين دي لقطات فريق كرة اليد علشان كده بنقول ألعاب الصلاة اللي كانت الناس يعني ألقانا منها شوية أو كانت الناس عندها تخوف تخيل السنة دي النادي الاهلي بياخد خماسية في كرة السلة بياخد بطولة السوبر في كرة اليد بياخد البطولة الأفريقية في الكرة الطائرة بياخد على مستوى السيدات في الكرة الطائرة دوري وكاس بياخد بطولة دوري منطقة القاهرة في كرة اليد للسيدات دي كلها انجازات وبطولات داخل النادي الاهلي ولسه ما زال عندنا بطولات في الأيام القليلة السيدات يلعابوا بطولة الأفريقية في الكرة الطائرة وكمان عندنا كأس الكؤوس الأفريقية النهائي النادي الاهلي في كرة اليد نتمنى له كل التوفيق كنت حابب أن أنا أصلت الضغط في بداية برنامجنا النهاردة على ألعاب الصلاة علشان ده درس درس لولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهل في كرة القدم وكمان فيه النشاط الرياضي إزاي يكون عندك الإصرار والعزيمة لما بتقع إنك تقوم وهو ده اللي كابتب محمود الخطيب قاله للعب رجال النادي لقل الكرة الطائرة علشان يرجعوا مرة تانية ويكونوا أبطار